اتعم المرصد السوري لحقوق الإنسان تنظيم الدولة الإسلامية بخطف نحو 230 مدنياً بينهم أكثر من 60 مسيحياً في إحدى بلدات محافظة حمص عمليات الاختطاف نفذت منذ يوم الأربعاء الماضي خلال مداهمات في مدينة القريتين وشملت عائلات برمتها كانت تعتزم الفرارة من المدينة ويتعم تنظيم الدولة المخطفين بالتخابر مع النظام وسكرت مصادر محلية أن المدينة كانت تأوي قبل اندلاع الثورة حوالي 20 ألف سني وألفين ممن ينتمون إلى طوائف مسيحية مختلفة لم يتبق منهم إلا 300 شخص